اشتركوا في القناة وانا مرحبا بكم حياكم الله سيد النزار وحيا الله جميع المشاهدين الكرام نسأل الله بحرمة إمامنا الحسين الذي نحن بجواره أن يوفقنا وياكم لكشف حقائق التاريخ أحسنتم جناب الشيخ ان شاء الله نستمر بالحديث حول النصرة والانتصار للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال توضيح بعض الروايات أو ما دس في كتب التاريخ من إساءات بحق الرسول الكريم وبالتالي يستثمرها أو يستغلها الأعداء ومن يريد تشويه الإسلام من يريد تشويه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستند إلى هذه الروايات الموضوعة في كتب الشخصيات من القرون الماضية وتعتمد إسلاميا وتعتمد حتى كمصادق تاريخية بالتالي إن شاء الله نكون وإياكم هذه الحلقة للحديث حول هذه الروايات جراب الشيخ يعني لدينا ثابت من الإمام الصادق صلى الله عليه ما يأتيكم مننا فعرضوه على القرآن فإن تعارض فضربو به عبر الجدار وإن توافق فخذو به بالتالي كيف ممكن أن نستلهم دروس أو روايات التي وردت إلينا عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال القرآن وبالتالي نطبق ما أراده الإمام الصادق صلى الله عليه سنتم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا هذا الأمين محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام الحجة السلام عليك يا أبا عبد الله أستاذ نزار هذه القاعدة التي سنها الإمام الصادق سلام الله عليه قاعدة جديرة بالاهتمام بالأخص لمن يبحث عن الحقيقة أنا اليوم لا أقرأ التأريخ فقط للتأريخ أنا كمسلم وكموالي لأهل البيت عليهم السلام التأريخ لدي يرتبط يرتبط بنظم العقيدة ويرتبط بنظم التشريع جيد ويرتبط بمنظومة الأخلاق فلا يمكن لي اليوم أن أقرأ النص التأريخي الأموي أو العباسي أو الذي كتب فيما بعد بمعزل عن النظم العقائدية التي أنا أمتلكها أو التشريعية أو الأخلاقية لأن جنابك يعلم عدد من روايات التأريخ ترتبط بالعقيدة ليس فقط هو ينقل في قضية معينة بعضها يرتبط مثلاً قضية الأذان الأذان أمر تشريعي لكن رواية الأذان وكيفية بدء الأذان في كتب الصحاح والمساني الشيء وعند أهل البيت شيء آخر لأن هم يعتقدون بأنه رؤية رآها زيد بن ثابت ورواها للنبي قال ثبتها بينما أحنا لدينا في التشريع أن الأذان وحي من قبل الله عز وجل وحي يوحى إلى النبي لأن الأذان لدى المسلمين شيء هام جداً فلا يمكن أن يترك الصحابة هم الذين يرون في مناماتهم طيب ولم لم يرى النبي الرؤية التي أصدق من الشمس لما يراها الصحابة ويكون رؤية الصحابة حجة وأنا أسير على خطي ونهجي صحابة بعيداً عن نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب التشريع النبي صلى الله عليه وآله فمحل الشاهد أنه لا يمكن لي أن أقرأ النص التاريخي بدون الرجوع إلى هذه الأموم فالإمام من ثبتها النقطة المتلقي الباحث الواعي لا بد أن يضع القوالب القرآنية التي كانت في النص الدستوري الثابت في الآيات يضحها كضابط يعود إليها عندما يقرأ أي نص من النصوص الذي يشم منه يرى منه يتصور منه يكون فيه انطباع أن هذا النص يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أضرب لك مثال على السرعة بعجاله نعم يعني النص الذي يقول أنك لعلى خلق عظيم هذا من أثبته راح تنتفي عندك كثير من الصور نجي التي رسمها أصحاب الصحاح والمسانيت وأصحاب الحديث عن النبي نبي الصحاح مثلا رواية إن النبي صلى الله عليه وآله مر على سباطة قوم فبال وهو واقف هذا خلق يتنافى مع خلق النبي مثلا رواية إن النبي صلى الله عليه وآله يؤوي في داره المخانيث رواية إن النبي صلى الله عليه وآله يتهم بقلة الغيرة على أزواجه ويدخل عليهن الأجانب رواية تجويز النبي صلى الله عليه وآله لبعض نسائه قضية رضاع الكبير وهذه التفاصيل هذه التنافى مع أخلاق النبي صلى الله عليه وآله رواية إن النبي كان ينام على أرجل بعض نساء المسلمين اللي واحدتهم لها زوج وينام عندها وهي تفلي شعره وهالتفاصيل هذه كلها تتنافى مع خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مثلا إرسال النبي رحمة للعالمين هذا إذا ثبت وهو ثابت القرآني من تأتي الروايات التي تصف النبي بالغلظة تصف النبي بطرد الناس مثل رواية نزول عبسة وتولى في النبي مع العلم في روايات أهل البيت أنها نزلت في عثمان بن عفان بس هم ما يتحملون أن تكون في عثمان لابد أن يلصقونها بالنبي صلى الله عليه وآله فهذه السجايا والأخلاق لأن عندي النبي بعث رحمة للعالمين فالغلظة والجفاء والتنكر للناس وإذاء الناس وهالتفاصيل لا تليقوا بالذي بعث وأرسل رحمة للعالمين من هالباب أستطيع أن أجد ملامح النبي الذي ذكر في القرآن أنا دائما أدعو فلندرس محمدا في القرآن وفي نهج البلاغتي وفي الصحيفة السجادية وفي روايات أهل البيت لأن كلما درسنا وفق هذه النصوص المعتبرة والهامة تظهر لدينا صورة النبي العظيم الناصعة التي حاولت روايات الصحاح والمسانيد تشويها بإضفاء الطابع البشري بإضفاء صفات خلفاء الجور وأئمة الضلالة على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله أحسنتم جرب الشيخ منذ سنوات خرجت الأصوات من خلال الأسهر الشريف خرجت الأصوات من أماكن مختلفة في العالم الإسلامي للمطالبة بمراجعات الصحاح وبالتالي حتى في الفترة الأخيرة خرجت أصوات من داخل المملكة العربية السعودية بتصحيح أو النظر وإعادة النظر بالصحاح فبالتالي إذا ما ردنا أن نتعامل مع هذا الموضوع أو من يتصدى أو من يريد أن يتصدى لهذا الموضوع وينظر على الموضوع من باب أنه من الصعب أو المستحيل مراجعة وتدقيق نصوص لها بعد تاريخي لها بعد اجتماعي لها بعد ثقافي لها بعد ديني بالتالي هذا الصعب هل يسهل إذا ما طبقنا هذه النظرية بأنه نأتي بالصحاح ونأتي بكل الكتب التي تروي السيرة نعرضها على القرآن توافقت معاها نأخذ بها تعارضت نتركها هل يكون هذا المعيار للجميع أحسنتم طبعا هذا الأمر ليس سهل كما تتصور بس بتضافر جهود العلماء والباحثين والمحققين نستطيع أن نخلص إلى نتيجة هي أن هذه الروايات ما وضعت إلا لأرضاء حكام الجور وأئمة الضلالة بعد ولكي ينقلوا للناس أفعال هؤلاء على أساس أن لها سند أن لها وجود عند النبي صلى الله عليه وآله عندما كانت بلاطات الأمويين والعباسين تمتلؤ بالغناء وضعوا حديثا لكي يخاطبوا العامة من الناس عندولا يعتبرون خلفاء النبي فالنبي كان يسمعوا غناءا عندما امتلأت بلاطاتهم من الجواري والنساء وضعوا حديث أنني أعطيت قوة أربعين رجل وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف على نسائه التسعة في ليلة واحدة ويباشر النساء بغسل واحد عندما كانت بلاطات هؤلاء مليئة بالقتل وبإخصاء الناس وضعوا نصوصا أن النبي كان يقتل الناس على التهمة والظن وها التفاصيل إذن لا بد لي أن أدرس السيرة النقية للنبي وفقها القاعدة التي سنها الإمام الصادق وبتضافر الجهود نستطيع أن نبعد كل الإسرائيليات والأمويات التي ألصقت بشخصية النبي من أجل أن نصدر نبيا للناس للجيل الجديد للعالم بعيد عن كل ترهات الأمويين والعباسين أحسنتم جناب الشيخ يعني تحدثنا في مناسبات سابقة وتحدثنا في حلقات سابقة عن أن الإساءة إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الإساءة إلى الإسلام الإساءة إلى أهل البيت هي لم تأتي من شخصيات اعتيادية ولم تأتي يعني من دون تخطيط وإنما حتى أن تضافرت بها جهود من جهات خارجية للإساءة بالتالي البعض يتحدث بأنه بما أنه روما كانت تحكمها الكنيسة أو تستخدم الكنيسة كأداة عفواً كأداة لتمرير ما تريد ونحن عندما نتحدث عن الكنيسة لا نتحدث عن المكون المسيح المكون المسيح أكيد حتماً حتى تكون واقعة كنيسة المرتبطة بالدولة الرومانية عفواً أحسنتم فبالتالي ما هو دور الكنيسة المرتبطة كما ذكرتم بالدولة الرومانية في تشويهي أو في وضعي مثل هكذا روايات في دفعي أشخاص بهذا الاتجاه باتجاه تشويه حياة الرسول ووضع الروايات بحقي أحسنتم طبعاً الدور البيزنطي واضح المعالم لمن تدبر في النصوص والروايات في حربه المعلنة على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وما إقحام كنيسة اليمامة والتفاصيل التي جرت يعني كنيسة اليمامة دورها خطير في إيجاد جوانب من العداء الداخلي ضمن حكومة النبي صلى الله عليه وآله واستخدام عدد من الشخصيات المؤثرة ضد النبي في إيجاد فتن وإيجاد نوع من أنواع الإنقلابات العسكرية وإن حاول فيما بعد فيما بعد التنظير الأموي والعباسي أن يجعلهم مصدر للطرفة يعني دور سجاح ومسيلمة الكذاب وطليحة وغيرهم الآن نتندر بهم نتفكه بهم أصبحت اضحوكة أن مسيلمة عليه الطرف لا أخي مسيلمة رجل أعدى من أجل أن يحدث نوع من أنواع الأرض الهشة القريبة على دولة النبي صلى الله عليه وآله ويضل عددا من العراب بدفع الأموال إليهم من أجل القيام باقتطاع أقاليم وبالفعل إقليم اليمامة آخر أشهر من حياة النبي صلى الله عليه وآله كانت هناك معركة عسكرية وأرسل علي بن أبي طالب سلام الله عليه من أجل أن علي يحل المشكلة التي جرت في اليمامة فهم يحركون فيما بعد أيضا إقحام ورقة بن نوفل في قضية مبعث النبي صلى الله عليه وآله وأن معلمه ورقة بن نوفل وأنه هو الذي قال له أنت نبي وأنك صاحب ناموس وبالفعل طرحت هذه القضية على أساس أن الكنيسة هي من أعطت لمحمد هذه العلوم وهذه القضايا التي سبق بها عصرة إذن هذا فضل الكنيسة على محمد صلى الله عليه وآله وهذا يعني موضوع نعم موضوع حتى نأكده هذه حديث موضوع حديث موضوع دور كنيسة الإسكندرية في اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهرطقة وحاشاه وبأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بذلك الشخص المؤهل لاستلام رسائل السماء وإنما أتى بها من كتب العبرانيين والتلموديين وأنزلها إلى الواقع فإذن دورهم كان دور خطير وهو ما يمثل اليوم بالحرب الناعمة التي تستهدف النبي صلى الله عليه وآله وفيما بعد في زمن العباسيين هم ساهموا مع العباسيين في إعادة كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وفق إملاءات الكنيسة ووفق إملاءات بيزنطة ورومة أحسنتم جناب الشيخ دائما ما يذكر مسيلمة يطرح وأن كأنما بداية عمل مسيلمة أو حركة مسيلمة هي جاءت ما بعد رحيل الرسول بالتالي هل ممكن أفتهم من كلام حضرتك بأن مسيلمة كان يتحرك كان يعمل في حياة الرسول طبعا حركة مسيلمة وطليحة وهذه الأسماء التي اعتبرت أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وابو بكر شكل جيشا لمحاربتهم أنا لا أنكر وجود بمثل هذا الجيش بس هذا الجيش كان أغراض المعلنة شيء والواقع الذي طبق على يعني أرض المدينة ونواحيها 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 واريافها وباديتها شيء آخر تقصد حروب الردة؟ نعم هذه حروب الردة لم يكن يستهدف فيها لا مسيلمة ولا الذين يتبعون الكنيسة الرومية يومها أبدا وإنما استهدف بحروب الردة استهدف مكون الشيعة صار الاتهام بأن أتباع علي بن أبي طالب شيعة ارتدوا ووجب محاربتهم طبعا هم أدخلوا مسيلمة وطليحة وسجاحة والتفاصيل وأنا رأت سئلك على هذا لكن هي يعني مصادر التاريخ تثبت بأنه بهذه الحروب تم القضاء على مسيلمة أنا لا أنكر أنا لا أنكر لكن الغرض الأساس من إعلان الحرب على مناوئي الحكومة يومها على الأعداء مو فقط لأنهم ارتدوا بعد النبي مسيلمة وأتباع لا هي أصلة حرب ضد أتباع أهل البيت ولذلك أنت ماذا تفسر قتل خارد بن الوليد لبني ربوع وعلى رأسهم مالك بن نويرة وأتباعه وقومه حتى قتلهم عن آخرهم بدم بارد ولم يكتفي بذلك بل قطع رأس مالك بن نويرة الصحابي لاحظوا صحابي يقطع رات صحابي بعدين يقول لك الصحابة كلهم عدول وكلهم في الجنة مو من حقك تتكلم على أي واحد مالك بن نويرة صحابي من عظم صحابة النبي صلى الله عليه وآله قطع رأس خارد بن الوليد وجعل من رأسه أثافي للقدر لاحظوا أنت جنابك من يأتون بالقدر يضعون على النار يحتاج لم مرتكز لاحظوا؟ نعم أما صخري يخلون هو لا رفع الصخرة التي يوضع عليه القدر ووضع فيها رأس مالك بن نويرة ورؤوس أصحابه لاوا ينقلون يقول انظر إلى كرامة مالك بن نويرة أن رأسه لم يحترق بالنار ويعتبروا زيانة لما لا تتكلم عن خالد الذي فعل ما فعل ولن يكتفي بذلك بل طعنوا بعرضي وبشرف مالك بن نويرة بحيث أنه التفت إلى زوجتي وقال ما أتيت إلا منك وهي أمرأة مسكينة مغلوب على أمرها الأمير خالد بن الوليد حضرت جنابه يقتلوا الصحابي مالك بن نويرة ويتزوج زوجته في نفس الليلة وهذا الذي فعله داعش نبيما قلنا أن أساس داعش أساس فكر داعش جذور التكفير الداعشي أساسها من انقلاب السقيفة وإلا لماذا يأتي كان الداعش في سنجار وفي الموصل يضع يده على المرأة العراقية الله أكبر ثلاث مرات وإن كانت متزوجة تكون من حصته هذا منين يخذه يخذه من سيدهم خالد بن الوليد الذي أجاز لهم تزوج نساء المسلمين بدون عدوها التفاصيل أبدا التي يموت عنها زوجها فهي مشكلة استاد حروب الردة الله يرحم الشيخ آل ياسين عنده كتاب قيم أتمنى المشاهد الكريم يقرأه عن حروب الردة ويثبت بالدليل أنها ما وظفت إلا لقتل أتباع أهل البيت الذين عارضوا بيعة أبي بكر وعارضوا خلافة الإنقلابيين جيد ومالك بن نويرة هو الذي سعيمهم تحدث بأنه بايع في الغدير وبايع عليه بالغدير نعم وبالتالي لهذا السبب يعني نعم نعم رفض رفض أن يعطي الزكاة لهم قال لهم أنا لا أعطي الزكاة إلا لمن بايعت في الغدير فقالوا أنت مرتد ويجب قتلك بالفعل بدأت الفتاة وتصدر وقتلوهم بدم بارد فهذه القضية سيدي أنا ما أنكر مسيلمة موجودة هالتفاصيل وحورب بمعركة بس مسيلمة النتاج كنيسة روما كنيسة اليمامة من أجل أضعاف دولة النبي صلى الله عليه وآله واقتطاع أقليم اليمامة بأجمعه جراب الشيخ يعني في بعض الأحيان نتحدث أو ما نتحدث بأنه التغيرات أو المستحدث فيما بعد الرسول كان بدفع من الكنيسة الرومانية وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مسيلمة وأيضاً هو بدفع من الكنيسة الرومانية هل تتقاطع في بعض الأحيان المصالح المصالح الكنيسة الرومانية نفسها وبالتالي تتضارب أدواتها في منطقة الحجاز أو في منطقة الجزيرة في تلك الفترة نعم هذا شيء يعرفه كل متتبع للتاريخ السياسي يعرف أن هؤلاء يتخلصون من عملائهم عندما لا يجدون في ذلك العميل نفعاً نجي تدري أنت اليوم يوم دول الاستكبار العالمي عندما جعلت صدام التكريتي كلب حراسة وجعلت منه الشرطي الخليج فيما بعد لما ورقت صدام التكريتي احترقت قاموا بقتله وأخرجوه من الحفرة كالجرد وفيما بعد أعدم سلم الحكومة العراقية وأعدم هذا نفس الواقع لهؤلاء الذين كانوا يمثلون أدوار على مر التأريخ فهذا واقعهم تماماً بس على العموم هذه المسألة حدثت في آخر أيام شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحجة قتال المرتدين قاموا بانتهاك حرمة أتباعها للبيت من الأنصار ومن بقية العشائر التي سكنت في بادية المدينة المنورة أحسنت جرب الشيخ يعني قبل قليل كنا نتحدث وبدأنا الحديث حول ما يأتينا من من روايات نعرضه على القرآن وثبتنا ثابت نعم وأنك وهو ثابت في قرآني وأنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جيد فبالتالي كيف ممكن أن نتعاطى مع الرواية التي تقول أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد ذبح قريش أحسنتم طبعاً هذه الرواية أنا رأيت بعض المدونين يحاول أن يسيء للنبي صلى الله عليه وآله كثيراً بها وهي رواية ما نقله صاحب كتاب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان على الدين الفارسي في الجزء 14 صفحة 529 حديث 6569 عن عمر بن العاص قال قال مر النبي صلى الله عليه وآله بقريش وهم جلوس في ظل الكعبة فهي الظهر الرواية تتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله أيام بدء البعثة في مكة فقال يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح ما أرسلت إليكم كما ينقل هذا صاحب كتاب صحيح ابن حبان وبالتالي اليوم الدواش عندما يقولون جئناكم بالسيف وجئناكم بالذبح يستندين على هذه الرواية هذه جذور جذور التفكير السياسي للعصابات المتطرفة وأيضا التكفير لتلك العصابات قال ما أرسلت إليكم إلا بالذبح وأشار بيده إلى حلقه يعني هكذا هاي الإشارة فقال له أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا فقال رسول الله أنت منهم شوف هذا وبالتالي أنت رأيت فيما بعد الفتوحات تتحول إلى مقاصل لإعدام كل المعارضين للسلطات ويقتلون بدم بارد من يصير انقلاب العباسين على الحكومة الأموية يأتي أبو العباس السفاح أحدهم يقول دعيت إلى وجبة طعام عنده يقول مدوا المائدة للأكل يقول أنا نظرت منظر يعني يخشعر له البدن من وضعوها هاي قطعة القماش وضعوا عليها الطعام رأيت هناك قطع من الدم بدأت تظهر تظهر على المائدة أنا استغربت وروائح الدم منتشر في كل مكان سألت الحاجب ما الذي جرى يقول أشار إليه أن أسكت أنت عليك أن تأكل وتنصرف فيما بعد يقول أنا استعلمت فوجدت أن أبا العباس السفاح قد وضع رؤوس الأمويين تحت مائدة طعامي وهو يأكل هسا أنا مو دفاع عن الأمويين أو كذا بس اتصور هاي رواية الذبح ما أرسلته إلا بالذبح وليهذا احنا توقفنا عند مفصل سيد الكريم في هذا البرنامج قلنا إن حديث النبي صلى الله عليه الذي نسب إلى النبي إنه أنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أنا أتصور هذا الحديث لابد أن يدرس جيدا صح أنه النبي أمر أن يقاتل المشركين يدافع عن دولته أما أن يلغمهم على اتباع الدين لا يكره أحسنتم لأ يكره أنا لش أرجع للرواية هاي عندي ثابت يقول لا إكره في الدين أنا اليوم هذا فلان لا يريد أن يدخل في دين الله يخير بعد يدفع الجزية والحكومة تضمن له أن يكون من رعاياها وفي المقابل هو يضمن أن يكون مواطنا صالحا فلا أشكال في ذلك جلاب الشيخ يعني إذا مردنا منتحدث عن هذه الرواية في بداية البعث هذه الرواية في بداية البعثة نعم في مكة في مكة جيد يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه والله وسلم جدلا طبعا هذه أو فرضا هذه كما ينقرب الحبان جيد وبالتالي فيما بعد ما يتمكن الرسول ويكون له جيش وتكون له قوة ويدخل مكة يقول اذهبوا فأنتم انطلقاء فبالتالي أعتقد هناك تناقض بين هذه الرواية وهذه الرواية نناقش هذا التناقض يعني الوارض في يعني في بطول الكتب هذه التي نتحدث عنها ليس من قناعتنا طبعا هذا التناقض نذهب لفاصل قصير جنب الشيخ ومن ثم نناقش هذا الموضوع جنب الشيخ عقيل الحمدان الباحث التاريخي شكرا جزيلا لحضرتكم الله أفضل سادة الكرام نذهب لفاصل قصير بعد الفاصل نكمل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ربعات التاريخية فابقوا معنا لكل قصة صور متعددة ولكل حادثة مؤيد ومعارضة وتبقى المصداقية في ذمة الرؤون أبعاد تاريخية يناقش أهم الأحداث التاريخية وتضارب الروايات حول تلك الأحداث حياكم الله سادة الكرام مرة أخرى في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أبعاد تاريخية مرة أخرى ورحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم جنب الشيخ عقيل الحمدان الباحث التاريخية حياكم الله وإهلا ومرحبا بكم الله يحفظكم الله يحفظكم توقفنا قبل الفاصل على هذه الجزئية التي تحدثنا عنها رواية تقول بأن الرسول الكريم قال جئتكم بالقد ما أرسلته إلا بالذبح كما يزعمون كما ذكرتم قبل الفاصل وكما يزعمون وهو في بداية البعثة والأنصار والصحابة كانوا قلة بالتالي تمكن الرسول وكان له الجيش الكبير وكان له العدد الصحابة الكبير وممكن أن يعني يمتلك القوة الكبرى في مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء كيف ممكن أن نتعاطى مع هذه الرواية وهذه الرواية أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم إحنا لما قلنا أنه لابد أن يدرس ثابت السيرة يعني الطامة وين أستاذ نزار أنا أرجع للرواية الطامة ليس فقط بالرواية شعيب الأرنقوت الذي طبعا علق على هذا الكتاب صيح بن حبان شيئتي لسند الرواية هاي المروية على عمر بن العاص اللي قريناها يقول ما أرسلته إليكم إلا بالذبح يقول اسناده حسن إذن يصح الرواية ما احترامي إحنا حتلوا أن كان رواية ثقاته كذا التفاصيل بس المتن لا يليق بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله مثل القضايا التي نسبت للإمام المهدي سلام الله عليه أنه إذا قام فإنه يقوم بالقتل والذبح بين الناس حتى يقول الناس لم نتصور بأنك ابن محمد وفاطمة من مقدار ما يقتلوا في الناس هذه رواية لا قيمة لها إمامنا الصادق ثبت ثابت قال عندما سألوه عن سيرة المهدي في آخر الزمان سلام الله عليه قال بصريح العبارة يسير بسيرة جده وأبيه يعني محمد وعلي النبي في مفتح مكة كما تفضلت المام علي أتى بهم يسوقهم كالأغنام أكثر من عشرة آلاف من مقاتلين مشركي قريش أحاط بهم علي وجنوده نعم وأسرهم قال اذهبوا فأنتم الطلق بحسني وجمال خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا اتحداهم إذا يأتوني بإنسان قتله النبي هس النبي خلق يدافع عن نفسه ماكو مشكلة بس النبي يستعدي على الناس هذا لا يكون أبدا في سيرة محمد ولا في سيرة أحد من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لأن أساس وجودهم هو أساس رحمة ينقلون في معالي أخلاق علي المسألة موجودة أثناء القتال في أحد المعارك مشرك يلتفت إلى علي بن أبي طالب بسلام الله علي قال يا علي هبني سيفك طيني السيف اللي تقاتل به يقول ضحك قال تفضل هذا لما رأى أن علي يكرم حتى بسيفه اللي يدافع به عن نفسه قال قف يا علي إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لما أسلمته قال أنا ما رأيت هذه الأخلاق وهذا الكرم وهذا العطاء أنت تكرم بسيفك الذي تدافع به عنه أي كرم هذا أي عطاء هذا فاليوم معالي الأخلاق في السيرة الثابتة لابد أن دائما المؤرخ من يكتب والمحقق لابد أن يرقبه ويلاحظه عندما يأتي لكي لا يصطدم كما تفضلت ويكون هناك تناقض في الطرح عندما تدرس السيرة أحسنتم جناب الشيخ يعني كثيرا ما ذكرتم مصطلح التحالف القرشي نعم اليهودي نعم هل ما أعرف هذا المصطلح موجود سابقا أم أنتم أنتبنيتم طرحها لكن بغض النظر ويعني بما أنه نتحدث دائما بأنه هذا التحالف أو هذا التجمع أو هذا اللقاء الفكري أدى إلى يعني وجود الكثير من يعني الحاديث والروايات والإساءات نعم أريد أن أتحدث عن نظرة هذا التحالف التحالف القرشي اليهودي كيف كان ينظر إلى الرسول الكريم من البعثة إلى وفاة الرسول إلى استشهاد الرسول كيف كان ينظر إليه النظرة التي يقتنع بها والنظرة التي يسوقها أحسنتم طبعا هذا المصطلح للأمانة العلمية والتاريخية أتينا به أنا والأستاذ عزيزنا الأستاذ الدكتور محمد العوادي تحياتنا في كتابنا التاريخ في دائرة الضو من ضمن المصطلحات التي كتبنا فيها السيرة مصطلح التحالف القرش وأن قريشا تحالفت على النبي وعلى الإسلام ومعهم طبعا كان هناك حرف يهودي وإن لم يتركوا بصماته طبعا نظرة قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله النظرة مليئة بالمحاولة الاحتقار لواقع النبي صلى الله عليه وآله والنظرة الاستعلاء قريش ما عدها قيم ولا عدها مبادة قريش لا تؤمن إلا بما يدر ربحا على جيوبها ولا يهم هالدين وهالتفاصيل أبدا فنظرتهم دائما نظرة مريبة ونظرة مقصية ونظرة قاسية قاسية لكل ما يرتبط بالنبي وأهل البيت عليه السلام وقبل أن أقرأ الحديث في هذا الباب يعني تريد تعرف مدى قسوة آل أمية على كل ما يرتبط بأهل البيت يعني من بعد طبعا كربلة لا يعني انظر ذا ما فعلوه بالمقصوص اللي هو مؤدب مؤدب معاوية الثاني ابن يزيد ابن معاوية هذا ابن يزيد ابن خليفتهم يزيد نجيل معاوية الثاني بعد انتقال يزيد إلى جهنم استلم دست الحكم وتحدثنا عنه كان إيجابيا بعض الشيء لا لا كان أول هو أول خطبة له خطبة الملك أعلن بصريح العبارة إن جدي معاوية قد تقمص الحق من علي بن أبي طالب وتقلد وزرا أنا أريد أن أرجع الحق لعلي عرف بحب أمير المؤمنين سلام الله ما الذي فعله بعد أربعين يوم قتله بخنجر مسموم قتله معاوية الثاني ثم عدوا إلى المقصوص مؤدبة قال له أنت علمته حب آل محمد قال لا والله هو بفطرة يحبهم قال لا الظاهر أنت معلمه قال فأمروا به فدفن حيا في التراب المقصوص جزء من منظومتهم السياسية جزء من منظومتهم المعرفية ومؤدب لخليفة من خلفاء بني أمية لكن شموا منه رائحة التشيع دفنوه وهو حي بعد هالمعطيات أنا ذكرت لك نموذج أنت تريد هؤلاء يحترمون محمد صلى الله عليه وآله يحترمون التشيع والشيع انظر ما نقله صاحب مجمع الزوائدي ومنبع الفوائد الهيثمي الحديث 13824 أيضا نقله الإمام أحمد في المسند جزء 4 صفحة 165 عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب قال أتى ناس من الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا إنا نسمع من قومك يعني قريش حتى يقول القائل منهم لحظ إنما مثل محمد قريش شنو تنظر المحمد صلى الله عليه وآله وعذرا يا رسول الله عذرا يا أبا عبد الله بس لكي تعرف إن قريش كيف تنظر إلى محمد محمد قال إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في الكباء كاف باء أليف ألف همزة كباء الكباء الكناسة والعياذ بالله يعني النخلة نبتت في مزبلة هكذا تنظر وحاشا محمد صلى الله عليه وصف أي هكذا تنظر قريش وينظر الصحابة إلى رسول الله أي أقصد الصحابة الذين تسلموا الحكم وهم يعتبرون أبو بكر عمر عثمان صحابة كبار يعتبرون معاوية صحابي لاحظ هاي نظرتهم قال وفي أيضا الحديث 13825 عن عبد الله بن الزبير عن النبي قال مثلي ومثل أهل بيتي كمثل نخلة في مزبلة قال يا عزبالله هذا حديث الذي يعارضون بحديث النبي إنما مثل أهل بيتي كشفينة نوح هاي نظرته النبي إلى أهل البيت شوف نظرتهم مع العلم أنا الأمان العلمي الهيثمي يقول حديثه نخلة في مزبلة منكر والظاهر هو قوله الزبير الزهر هذا الزبير وضع أي ابن العوام وضعه ونقل منه عبد الله بن الزبير فأنظر إلى نظرتهم فلاحظ فيما بعد فعلوا ما فعلوا بأتباعهم وأشراعهم من أجل أن يثبتوا حدود دولهم أحسنتم جنب الشيخ يعني تحدثنا حول الصحاح في الحلقة الماضية وأيضا في الحلقة الحالية نتحدث فيها لكن وروايات كثيرة من الروايات التي الكثير من الأشخاص يعني يتوقفون لديها هي رواية وردت في صحيح أو حدث ورد في صحيح مسلم رواه مسلم صاحب الصحيح يقول بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يسب أو سب المسلمين ولعنهم هذا ثابت في الصحيح أو وارد في الصحيح في صحيح مسلم كيف ممكن أنا أتعاطى مع هذا أحسن توسر مع هذا طبعا المشاهد الكريم خلي إحنا ما أريد نكون بحوثنا تخصصية أكثر من اللازم بس أنا أتمنى من المشاهد الكريم المستمع الكريم عندما يمر بقراءة كتب التاريخ والسيرة خلي دائما يخلي في فكرة مسألة أنه زمن صدور الرواية أو البيئة التي أنتجت هذه الرواية لأن جنابك يعلم أن كثيرا من الروايات المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله إنما أنتجتها البيئة البيئة السياسية الأخلاق السيئة لحكام الجور وأئمة الضلالة هي التي أنتجت هذه الروايات المسيئة من أجل أن يبرروا لهؤلاء الخلفاء ما صنع ولهذا مثلا عندما سبعين سنة سبعين سنة أكثر من ثلاثين ألف من بر تلعن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه في البلاد آنذاك في زمن آل أمية البيئة السياسية أنتجت هذه الرواية التي سأقرأها من أجل أن يبرروا لمعاوية أنه يسب زعيم المسلمين وإمام المسلمين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وما رفع طبعا هذا السب إلا في زمن عمر بن عبد العزيز هس أخوه عمر فيه دراسة هل إن عمر في آخر عمره أنصف آل محمد هل مال إلى التشيع وعندما أحس به آل أمية قتلوه وسموه وضعوا له سما وقتلوه هذا بحث آخر بس عمر بن عبد العزيز ما أوقف سب علي إلا عندما أهين في مجلسه أهين عندما دخل إليه رجل قال له أيها الخليفة أنا مسيحي كثير من المسيحين منصفين حتى بنص ثابت القرآني تجد أقرب الناس مودة للذين آمنوا نصارى فقال أنا مسيحي وأريد أن أطلب يد ابنتك فعمر بن عبد العزيز قال أنت كافر شوان أزوجك قال إذن كيف إن نبيكم زوج ابنته إلى كافر قال وما ومن تقصد قال علي أنتم تقولون أن علي كافر أنتم تسبون على المنابر نعم قال صدقت والله لما كانت خطبة الجمعة في الأسبوع القادم اتفق مع رئيس الحرس الشخصي له قال له أنا سأقرر القرار وأتحمل مسؤولته إنه اليوم أنا في هذا المسجد أو في هذا الجامع سأخطب خطبة وأرفع سبعا علي ابن أبي طالب و أنا أريد منك أن تضع بقرب كل رجل جالس كل رجل هذه القصة يذكرها سيد محمد شيرازي على الله مقامه نعم في كتابه حول التغيير نعم أنه كيف الإنسان يغير يغير وجعل بكل بقرب كل شخص حرسي باعتبارنا نسمي اليوم شرطي شرطة أو رجل أمن و قال إن رفعت عمامتي فليضرب كل واحد منكم الذي يقوم بالفعل يقول لما وصل أكمل البسملة والحمد و بدأ يدعو بالاستغفار ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان و لم يسب علي فتصايح قوم قاموا قالوا أين السنة أيها الخليفة أين سنة نعم جعلوها السنة نعم و عاوي قال أنا السنة سنة يهرم عليها الكبير و يشيب عليها الصغير سنة سبعلي من أمي طالب فكل واحد قام اعترض ضربوا عنقه يعني و كان متوقع بأن هنا فيكون اعتراب حتى على على الخليفة على مستوى الخليفة وبالتالي قتلوا محل الشهاد لاحظ الرواية هذه بيئتها السياسية صحيح مسلم باب 25 حديث 2600 دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما و سبهما هذا نبي الصحاح يسب و يلعن يأغضبه بقضية سبهم و لعنهم فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال صلى الله عليه ولو ماذاك قال قد لعنتهما أنت و سببتهما قال وما علمته ما شاردت عليه ربي هذا شاردت ويا ربي قلت حسب ما يقول صاحب الصحيح مسلم جيد قلت اللهم أنم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة و أجرى جيد و يريد أن نصلون فالقضية إنه للعن النبي معنى اللعن اضطرد من رحمة الله بعد للعن النبي يحصل أجر لو ما يحصل يحصل يكون له زكاة يعني تسكين و ما ما يكون له تسكين بالتالي رفعوا أحاديث لعن النبي مثلا قوله صلى الله عليه لعن الله من تخلف عن جيش أسامة و فيه كبار الصحابة لعنوا لأن تخلفوا حديث أنه النبي لعن معاوية و لعن أبو سفيان و لعن مروان بن الحكم إذن صارت لعنة النبي لهؤلاء تسكاة و أجراء هذه طامة الكبرى أستاذ النساء إذا قايسناها و قرأناها صنتم جناب الشيخ نستمر بالحديث حول ما ورد في هذه الكتب و من أيضا هذه الكتب الطبقات و ما صدر عن كتاب الطبقات بالتالي واحدة من الأمور التي وردت في كتاب الطبقات أنه يعني في بعض الأمور صعب أن واحد يطرح لكن هي ضرورة لنبعب النقاش أن الرسول كما يذكر في هذا الكتاب ولا نتبناه بأنه كان يخشى الجنون نعم فبالتالي كيف ممكن أن تتعاطى مع هذا هذه الرواية أطفا على ما ذكرناه في الحلقة السابقة بأن المستشرقين كثير من المستشرقين قد ذكروا بأن الرسول المسلمين هو شرع شرع نعم فبالتالي هل ممكن أنه تكون تغذية المستشرق من مثل هكذا روايات حسنتم احنا ثبتنا ثابت في هذا البرنامج المبارك وقلنا أن المستشرقين قلنا ما نبر رساحتهم بس أن المستشرقين أتوا إلى مادة إعلامية دسمة تتلائم مع ما في دواخلهم من انفعالات ضد نبي الإسلام وحق ضد نبي الإسلام وجدوا نصوصا سطروها في كتبهم ونقلوها من جيد اتهاموا النبي بالصرع اتهاموا النبي بالجنون هذا أصله في الطبقات الكبرى جزء واحد صفحة 153 عن عروة بن الزبير وقلنا أن عروة أحاديثة تميل إلى آل أمية ودائما يطعن بآل محمد عروة بن الزبير إن النبي قال لقد خشيت أن أكون كاهنا ليش لأن استاذ ورق ابن نوفل كما يدعون فحتما ورق ابن نوفل قسن سطوري وكاهن كبير إذن محمد صلى الله عليه وآله وحاشا حسب نصوصهم لابد أن يكون كاهن وفي نص آخر قال يا خديجة إني أسمع صوتا وأرى ضوءا وإني أخشى أن يكون فيه جنن وعياب بالله هذا عقلية الفذة عند محمد النبي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين خاف على نفسه أن يكون مجنون لأن يسمع صوت ويرى ضوء وما يعرف هذا من لاحظ فقلت لم يكن الله يعني خديجة لم يكن الله ليفعل بك ذلك وأنت ابن عبد الله يعني الظاهر خديجة أكثر رباطة جئش وأكثر تفهم وأكثر يقين من نبي الصحاح هذا نبيهم نبي الصحاح يعني دائما نطمنه والنبي يرجف ومتغط باللحاف يا أيها المدثير وهالتفاصيل ويروح الورقة ابننا ما يدري ومرة نقلنا نص يحاول الانتحار وحاشا إذن هاي نصوص اعتمد عليها المستشرقون للإساءة لمحمد صلى الله عليه وآله أحصنتم جناب الشيخ يعني الأحاديث كثيرة الوقت قليل الروايات كثيرة التي تحتاج إلى وقفة وتأمل لكن كثير ما يطرح قضية يعني أن الرسول رسول الرحمة يصوره البعض بأنه كان غليظ القلب كان عدائيا كان يمارس يعني القتل لغرض القتل وحاشا بالتالي رواية تمثيل نحن بالناس من قبل الرسول وحاشا كيف ممكن أن تتعاطى معها أو كيف ممكن أن تقرأها لدينا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله نقله أمير المؤمنين وهذا مشكلة التمثيل مولانا التغم به قيادات العظيمة عبر التاريخ وأشياحهم وأتباعهم إنه يتهموه بتمثيل بالناس سنقرى النص عليهم اتهموه سلام الله علي بأنه مثل بعمر بن عبدود عندما قتله فيما بعد اتهموا حسنا بأنه مثل بجثة عبد الرحمن بن مرجيم فيما بعد اتهموا أشياحهم اتهموا المختار بأنه كان يمثل بالجثث بعد قتلها حتى على مستوى الحجد الشعبي المقدس في حربنا ضد داعش أيضا اتهموه بالتمثيل بالجثث هذا تهمه على عبر التاريخ والنصوص للأسف هي موجودة فتح الباري في شرح سيه البخاري عسقلاني جزء الستة صفحة 174 كتاب الجهاد والسيال في شرح قوله وأن النار لا يعذب بها إلا الله شوفش يقول يقول ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع هذا النهي لا يعذب بها إلا الله مو مو ما بيحرمة لا بس على سبيل التواضع ويدل على جواز التحريق شوف شوف فقه هذا هو الإرث إرث السني الذي قتل ملايين الناس عبر التاريخ هذا شوف هاي كلمات أعلامهم في قتل الناس شوف ويدل على جواز التحريق إحراق الناس وهم أحياء فعل الصحابة أسأل آن بعض الصحابة فعلهم حجة كما يقولون وقد سمل النبي أعين بالحديد هم عندهم نبي الصحاح يسمي العيون يضع فيها سيخ محموي يسمي العيون يمثل بالجثث بالحديد المحمى وقد أحرق أبو بكر البغاة بالنار البغاة اللي من عندهم أتباع أهل البيت يعتبروهم بغاة أحرقهم بالنار بحضرة الصحابة وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة يعني العسقلان يتفاخر بأن النبي والصحابة وحاشة النبي بس هذا نبي والصحاح يقوم بالتمثيل وهذه مولانا مشكلة كبيرة طام هاي أدبيات العنف و وضع العنف في قوالب مقدسة هذا جر الويلات علينا إلى الآن إلى الآن ولذلك نرفض مقولة اللي نقلوها إن الإرهاب لا دين له هاي القنوات التي تريد أن تصادر ظلامات لا والله شن الإرهاب الإرهاب دين دين السقيفة نقترى السطر كما يقال جناب الشيخ يعني مثل كما ذكرنا قبل قليل المواضيع والمحاور كثيرة كنا وإياكم إن شاء الله في هذه الحلقة لرفع هذه الظلامات بحق الرسول الكريم بحق الدين الإسلامي عموما جناب الشيخ عقيل الحمدان الباحث بالتاريخ بالتاريخ الإسلامي أتقدم لحضرتك بجزيل الشكر والامتنان لكل ما ذكرت في حلقتنا اليوم إن شاء الله نلتقي وإياك في حلقات قابلة على خير المباركة حياكم الله شكرا الله الله أحفظكم وإن شاء الله نختم ببيتين من الشعر التي كتبتهما ونحن في رحام الحسين موفق قال النبي مقالة أكرم بها إن الحسين سفينة الأبراري فاركب ببسم الله وارجو نجاتك يوم القيامة من أليم النار أحسنتم طيب الله أنفازكم أحسنتم شكرا جزيلا لحضرتك سألتي الكرام كنا وإياكم في هذه الحلقة من برنامج جبعة تاريخية للحديث حول مجموعة من الأحاديث والنصوص ويعني الأحاديث الموضوعة وكيف تتعارض مع أخلاق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الاستناد على القرآن الكريم في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا نزار السدخان وتحيات قادر العمل في أمان الله